قبل ما تكلم وازكر اي معلومة في الفيديو ده انا حابب اقول لك لو انت عايز سفيد من الفيديو ده وتعرف كل حاجة عن منحة اس بي دابليو بيرلين فانت لازم تسمع وتتفرج على كل ثانية في الفيديو ده. طيب مبدأيا كده انا ما كنتش عايز اعمل فيديو عن منحة اس بي دابليو بيرلين دلوقتي. ولكن لما لقيت كم الرسائل كتير جدا على صفحتنا على الفيسبوك دكتور المنح وكمان على قناتنا على اليوتيوب وكتير من الطلبة مالو الابليكيشن الخاص بينا. فريد تقديمات بلغني لعديد من الطلاب عايزة اقدم على منحة اس بي دابليو بيرلين. الموضوع ده بصراحة غريب شوية لاني في بعض الحاجات اللي مش واضحة قدام الناس. للأسف كلنا بنشوف الاعلانات اللي نزل عن منحة اس بي دابليو بيرلين وكلنا عايزين نقدم على منحة اس بي دابليو عشان خاطر نسافر لدولة المانيا لان دولة المانيا كلنا عارفين طبعا ان هي واحدة من افضل الدول على مستوى العالم بتقدم مستوى تعليم عالي. كل حاجة جميلة جدا ولكن حضرتك عندك العقل انك انت تفكر وتميز بين الحاجات. مش معنى ان انت شفت اعلان ان منحة اس بي دابليو نزلة يبقى خلاص المنحة فتحت وتخلي اي حد يضحك عليك ويقول لك اه المنحة فتحت طب انا عايز اقدم معاك طب تمامت على اقدم معايا وللأسف كتير من الناس بيتضحك عليها وفي الاخر مش بتلاقي المنحة اصلا فتحت. ففي الفيديو بتاعنا انا حابب اوضح لك منحة اس بي دابليو هتفتح امتى? كمان هكلمك عن المنحة هعرفك تفاصيل المنحة. الكليات والجامعات المتاحة في المنحة. كمان ايه هي المميزات بتاعت المنحة? ايه هي المستندات اللي هكون مطلوبة منك? علشان خاطر لما تفتح المنحة حضرتك تكون جاهز وتكون من اوائل الناس اللي بتقدم على منحة اس بي دابليو. كمان هسيب لك شرح طريقة التقديم على المنحة عشان خاطر يكون عندك اطلاع على كل شيء. وبالنسبة للناس اللي بتكتفوا الكومنتات احنا ملينا الخاص بكم علشان نقدم على منحة اس بي دابليو وانتم ما توصلتوش معنا. فانا حابب اقول لك طالما المنحة مش فتحة. مفيش حد من فريق التقديمات هيتواصل معك. لان المنحة مش موجودة واحنا مش منطبعنا. ان احنا نقول لحد المنحة موجودة وتعالى قدموا الكلام ده كله هي الحاجة مش موجودة. لازم كل حاجة تكون واضحة وصريحة لان دي امانة وده مستقبل للعديد من الطلاب. احنا لازم برضو نكون حريصين عليه ولازم نساعدكم. مش نوقف ضدكم. فمعنى انه ما تمش التواصل معك. يبقى حضرتك تعرف ان المنحة لسه ما فتحتش. وانا هوضح لك كل حاجة. تخص منحة اس بي دابليو في الفيديو بتاعنا. ياريت ما تنساش تدعم نابلايك وتعمل سبسكريب واشتراك في القناة سواء للجرس. دعماً منك الجودة اللي بنحاول نقدمها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. زيكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم ونتعرف على كل حاجة تخص منحة اس بي دابليو بيرلين للدراسة في المانيا. منحة ممتازة جدا. قبل ما ادخل في تفاصيل المنحة والشرح وكل حاجة هندخل مع بعض على الموقع الرسم الخاص بالمنحة. انت لو جيت هنا معايا طبعاً كلكم عارفين ان ده الموقع الرسم الخاص بمنحة اس بي دابليو بيرلين. تمام? لو جينا هنا تحت بيقول لك هنا اي? بيقول لك بيقول لك بيقول لك ان الخاص بالمنحة القديم خلاص خلص. ودلوقتي احنا مش بنقبل اي تمام? طيب تعالى ندخل على شرح المنحة مع بعض ونتعرف على كل حاجة واحدة واحدة ونعرف المنحة هتفتح امتى والمنحة هتقفل امتى والمنحة بتفتح كم مرة في السنة وهكذا. لو جينا ننزل هنا مع بعض التفاصيل لمنحة بتاعتنا الدولة ومصدفة طبعاً المانيا. والجهة المنحة هي مؤسسة دي عبارة عن مؤسسة بتمنح الطالب التمويل الكامل عشان يدرس في واحدة من الجامعات اللي موجودة. يا اما في بيرلين يا اما في بوتسدام. تمام? فلما نجي نقول هي جامعة المقارة دراسة بها حضرتك تقدر تدرس في واحدة من الجامعات اللي موجودة. يا اما في بيرلين يا اما في بوتسدام. تمام? طيب ايه هي المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على درجة علمية تقدر تحصل على درجة اللي هي الدراسة الجامعية اللي هي بعد السنوية العامة تقدر تحصل على درجة يمكن لجميع الطلاب من جميعنا حالة عالم ولا خاصة جميع طلاب العرب اللي بيتعبوا قناة دكتور المنح انهم هيقدموا على منحة برلين مش بتطلب منك سن محدد كمان شهادة اللغة الانجليزية وشهادة اللغة الالمانية مش بيكونوا من المتطلبات الاكبارية اللي انت لازم توفرها وانت بتقدم على منحة برلين طيب خلي بالك بالنسبة لموعد بدء المنحة وموعد انتهاء التعديم على المنحة انا هنا كاتب لك متوقع لبدء التعديم على المنحة 15 نوفمبر 2021 والموعد المتوقع لنهاية التعديم على المنحة 31 ديسمبر 2021 طيب الكلام ده هموريو انت جايبه من فان تعال ندخل مع بعض على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة هنيجي ننزل هنا مع بعض بيقول لك application deadlines كل سنة المنحة بتفتح بطريق 15 مايو وبتقفل 30 يونيو دي اول مرة المرة التانية بتفتح بتاريخ 15 نوفمبر يعني لو انت بتتفرج على الفيديو بتاع النهاردة النهاردة 25 اكتوبر يعني هتستنى ل 15 نوفمبر لما المنحة تفتح علشان خاطر تقدر تقدم عليها يعني حضرتك كل الاعلانات اللي انت بتشوفها على المنحة وان المنحة متاحة حاليا للأسف الاعلانات دي كلها كاذبة وما لهاش اي مصدقية وقادي الدليل قدامك الموقع الرسمي الخاص بالمنحة علشان كده في كل الفيديوهات بقولك لو انت بتتابع قناة دكتور المنح لو انت بتتفرج على اي اعلانات لأي منح ادخل بنفسك على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة وتأكد المنحة موجودة او لا لا ايه هي مميزات المنحة المساندات المطلوبة كل حاجة لازم تتأكد منها بنفسك علشان خاطر انت صاحب الشعر وانت صاحب المصلحة تمام؟ يبقى هنا احنا هنستنى تاريخ 15 نوفمبر زي ما موجود على موقع الرسمي الخاص بالمنحة ان المنحة تفتح خمستاشر نوفمبر تمام؟ هكمل لك الشرح الخاص بالمنحة وكل حاجة تخص المنحة علشان خاطر حضرتك تكون مجهز نفسك اول ما تنزل منحة تس بي دابليو تكون عارف انت المفروض تعمله وتقدم على طول وتكون من اوالي الناس اللي مقدمها على المنحة تمام؟ وما تنساش بقرار لك مرة تانية المنحة بتفتح مرتين مرة خمستاشر مايو بتنتهي تلاتين يونيو ومرة خمستاشر نوفمبر وبتنتهي واحد سلاتين ديسمبر هنيجي نكمل مع بعض هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على منحة دراسية بنفسك فانت بتقدر تتابع خطوات الشرحة التفصيلية بتقدمها للقناة دكتور المنح كالعادة لو انت عايز تستفيد من خدماتنا سوف التقديم على منحة دراسية او تجهيز المستندات او ترجمة المستندات لأي لغة فكل اللي عليك ان انت بتملق خاص بنا اللي بتلاقي لينك بتاع موجود سندول ووصف اسفل كل فيديو من الفيديوهاتنا وفريتها ديماد قناة دكتور المنح هيبدأ يتواصل معك وفيه تنبيه مهم ان حضرتك لو عايز تقدم على منحة اس بي دابليو برلين من خلال قناة دكتور المنح احنا هنبدأ نستقبل طلبات منحة اس بي دابليو بداية من خمستاشر نوفمبر اول يوم في التعديم على المنحة كما ذكر على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة مني يقدر يقدم على منحة اس بي دابليو برلين لو حضرتك طالف الصف السلس السنوي وعايز تدرس جامعة يعني بعد ما تخلص سنوية عامة تبدأ دراسة باكالوريوس اللي دراسة الجامعية فانت بتقدر تقدم على المنحة دي لو انت كنت بتدرس باكالوريوس بالفعل او خلص باكالوريوس برضو بتقدر تقدم على منحة اس بي دابليو برلين لو انت كنت في اخر سنة في الباكالوريوس بتاعك وعايز تدرس ماجستير فانت بتقدر تقدم على المنحة لو خلصت باكالوريوس عايز تقدم على ماجستير برضو بتقدر تقدم على المنحة دي. طيب ايه هي القليات والتخصصات المتحدة تقديم عليها? ذكرت لحضرتك قلت لك ان حضرتك تقدر تقدم على اي جامعة من الجامعات اللي موجودة اما في مدينة بيرلين او في مدينة فنفهم من كده ان الجامعات دي بتشمل العديد من القليات والتخصصات المختلفة. فبالتالي هنلاقي تخصصات وقليات مختلفة زي الطب بالهندسة الصيدلة الطب البيطري الهندسة بالفرارة المختلفة القانون والرياضيات العلوم السياسية العلوم الانسانية الفيزية كيميا الفنون كل ده انت هتلاقيه موجود في منحة اس بي دابليو بيرلين ولذلك كل الناس بتوعيزها تقدم على المنحة لان هي منحة ممتازة جدا وطلبتها وشروطها بسيطة تمام? طيب ايه هي مميزات المنحة والتوميل? المنحة بتوفر لك جميع تكاليف الدراسة. يعني انت مش بتدفع اي حاجة للدراسة بتاعتها جميع التكاليف الخاصة بالدراسة بتكون مغطاة من قبل المنحة. بتوفر لك كمان السكن المجاني. بتوفر لك راتب شهري بيصل الى خمسمائة وخمسين يورو. كمان المنحة بتوفر لك بدلات سفر. طيب بالنسبة ان المنحة بتوفر كورس لغة انجليزة او كورس لغة المانية ولا لا? لما المنحة فتحت اخر مرة السؤال ده كان بيجي لي من كتير من الطلاب في الكومنتات المنحة بتوفر كورس لغة ولا لا? لو حضرتك جيت تطلع على مميزات المنحة ممكن ما تلاقيش ان هما كاتبين ان هما بيوفروا كورس لتعلم اللغة الانجليزية واللغة الالمانية. ولكن لو انت تفضلت بعدت ايميل على البريد الالكتروني الخاص بمنحة وسألتهم هل انتو بتوفروا كورس لغة ولا لا? هتكون الاجابة منهم نعم. الكلام ده انا جربته بنفسي. ولو انت كنت متابعني اكيد انت تفرجت على منح رومانيا اللي احنا اعلننا عنها قبل كده. في المميزات بتاعت المنحة مش مكتوب نهائيا ان هما بيوفروا سنة تحضرية لتعلم اللغة الرومانية ولكن ورت لكم بالدليل لما توصلت معهم بالايميل ردوا علي ان هما بيوفروا سنة لتعلم اللغة الرومانية. هكذا مع منحة وتقدر تجرب بنفسك وتتوصل مع مطري الاميل تسألهم هل بتوفروا كورس لغة انجليزية او المانية ولا? طيب لغة الدراسة او الكورس اللغة اللي انا هدرسه ده بيتوقف على اي? بيتوقف ع البرنامج اللي انت هتدرسه. يعني لو انت هتدرس برنامج اللغة الانجليزية هيددو لك سنة تحضرية لتعلم اللغة الانجليزية. لو هتدرس برنامج اللغة العلمانية هيددو لك سنة تحضرية لتعلم اللغة البيعية. او لو انت بتقدم علىwrite السيارةه هيكون طلب منك سرanti تخبرك بيان وهتقدم على سورة من درجات الصف السني السنوي واسبكد ان انت في صف الثالث السنوي. لو انت فخر سنة في البكالوريوس هتقدم له اثبات يدل ان انت فخر سنة في البكالوريوس وبين درجات لسانوات الدراسة السابقة في البكالوريوس بتاعك. كمان هنا بيكون طالب منك معلومات عن صف دخل الاسرة. وده طبعا مش من المتطلبات الاكبرية ده ان وجده. ولكن لو تقدر تجيبه فانت بتقدر تعرفكه في الابليكيشن خاص بالمنحة. لو انت عندك اي شهادات لكورسات تدريبات اعملت الطوعية ايا ان كانت شهادات اللي عندك حصلت عليها بتقدر ترفعوك في بتدعم بتاعك لو انت عندك شهادات زي دي. خلي بالك من بعض الحاجات التانية هو بيقول لك ان وجدت. يعني لو معك والكلام ده موجود على موقع الرسمي خاص بالمنحة ولما تفتح المنحة هتشوفه كله بنفسك. يعني مسلا لو انت عندك قبول في جامعة من الجامعات اللي في برلين او بتزدام اللي انت بتنوي الدراسة فيها. لو انت عندك بتقدر ترفقه له وانت بتقدم على المنحة. لو انت عندك مسلا شهادة لغة معترف بها طفل او ايليس او شهادة لغة المانية بتقدر ترفقها لو وجدت معك. يعني الحاجات اللي هي ان وجدت. لو معك بتقدر ترفقها لو مش معك مش هتأثر عليك نهائيا بالسلب. لان هو كتب لك الموقع الخاص بيوم ان وجدت. تمام? طيب في ملحوظة اهمة هنا لازم جميع البيانات والمدخلات بتاعتك والمستندات تكون فقط باللغة الانجليزية. لو في اي مستند باللغة غير الانجليزية لازم تترجمها باللغة الانجليزية. كمان خلي بالك لو انت مسلا بين درجات بتاعك باللغة العربية في نفس الصفحة باللغة الانجليزية فخلاص انت بتقدر تقدم بيانات درجات زي ما هو طالما بالعرب والانجليزي في نفس الصفحة. ولكن لو ما فيش انجليزي نهائي لازم تترجم الا اللغة الانجليزية. ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة ضغطت عليها تفتح ماك الصفحة دي. من خلال الصفحة دي تقدر تطلع على المنحة تعريف عن المنحة الخطوات اللي انت هتمشيها في المنحة. خلي بالك هنا برضو قلت لك وبقرر لك المنحة تفتح خمستاشر نوفمبر يتنتهي واحد تلاتين ديسمبر. بعد كده تفتح خمستاشر مايو هتنتهي تلاتين يونيو عشرين اتنين وعشرين. تمام? وهو هنا بيقول لك لسه ما فتحش وان اخر معادل التهديم انتهى ويقصد انتهى هنا بالمعاد بتاع تلاتين يونيو الصابق. تمام? دلوقتي هسيبك مع شرح طريقة التهديم على المنحة. تماني لكم التوفيق. ما تنساش تدعم نابلايك وتاني سبسكرا واشتراك في كناه وتفعل الجرس. لو انت بتستفيد من فيديوهاتنا ويلا بينا نشوف الشرح. دلوقتي هندخل مع بعض على الجزء الخاص بشرح طريقة التهديم على منحة اس بي دابليو عشرين واحد وعشرين. ولكن قبل ما ندخل على الشرح يا ريت ما تنساش تدعم اللايك وتعمل سبسكرا واشتراك في كناه وتفعل الجرس ده اعمل منك الجودر بنحاول نقدمها وما تنساش مسابقة كناه دكتور المنح لمنحة اس بي دابليو. يلا بينا نروح على الشرح. هنيجي نملة مع بعض. اول حاجة ده تبين اسمها ان انت هتملأ بيانات خاصة بيك. اسمك اسمك الاخير او هو اسمك الرابع. تاريخ ميلادك يوم شهر سنة موضح لك كل حاجة. هنا بيقول لك الجنسية بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك الاكاديمك انت هنا الاكاديمك معناها ايه? لو انت بتدرس في مدرسة فانت هنا مسلا بتكتب له لو بتدرس في جامعة فانت بتكتب له وكتب كل حاجة هنا بين الاقواس تحت الحاجة بتاعتها. بعد كده هنا بيقول لك Lou dois بيقول لك الدخل اللي هو بيدخل عليك. طبعا لو انت بتشتغل فانت بتكتب له الدخل بتاعي. لو مش بتشتغل ممكن تكتب له او ممكن تكتب له آآ وخلي بالك. لو كتبت المبلغ خلي بالك ان المبلغ دا لازم تحسبه باليورو. لان انت بتتكلم في الماني يعني دولة اوروبية بيتعاملوا باليورو. يعني مسلا لو انت مسلا كان الدخل بتاعك مية جنيه. لو جيت تكتبها له مية من غير ما يتحدد مية ايه? فهو هنا هيحسبها باليورو. فخلي بالك من النقطة دي. هنا بيكون طالب منك العنوان بتاعك. هنا طالب منك بتكتب رقم تليفونة بتكتب البريد اكتروني خاص بيك. هنا لو انت عندك اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فانت هنا بتبدأ ترفق له لينك بتاعك يعني زي مسلا فيسبوك تويتر مش لازم تملاهم كلهم ولكن على الاقل تملا واحد منه. بعد كده هنا بتحط الصورة الشخصية بتاعتك. تيجي تسألنا حط الصورة الشخصية بتاعت ازاي? انت هنا حضرتك. بعد ما تخلص بيكون مطلوب منك ان انت تطبقها عشان خاطر توقع بتاعك بخط اليد. فانت هنا بتلزق له الصورة بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك بيانات عن والدتك. اسم والدتك اسمها الرابع والدتك مكيما فين حاليا والدتك بتششغل ايه? والدخل بتاع والدتك. طبعا لو والدتك بتششتغل بتكتب الدخل بتاعها باليورو بتحسب من عمر بلدك لليورو. لو مش بتششغل ممكن تكتب من كل بساطة سلاش ايه? لو هو النقط او اللي هو ما عندهاش مرتب. او ممكن تكتب زيرو. بعد كده بيانات عن والدك زي ما كتبت بيانات عن والدتك. بعد كده هنا بيقول لك هنا بيسألك عدد الاخوة عمر الاخوة بتاعتك. بيقول لك عدد الناس اللي عاشها في المنزل اللي هو والدك والدتك وانت اخواتك. بيقول لك الدخل اللي بيكون للأسرة بتاعتك كلها في الشهر. يعني مجموعة دخل بتاعة والدك والدتك اخواتك ايا ان كان بتكتب الدخل باليورو ما تنساش ان هو بيكون باليورو. بعد كده بنيجي هنا مع بعض بيقول لك هنا طالب منك ان انت تدخل له بيانات عن اخر مرحلة دراسية انت كنت فيها. يعني لو انت طالب في السنوية العامة او خلاص سنوية عامة فانت هنا بتدخل له معلومات عن المدرسة السنوية بتاعتك. لو انت الطالب بتقدم على يبقى انت هتدخل له معلومات عن بتاعتك. تكتب له اسم المدرسة هنا هو اسم الجامعة. المدينة والدولة كانت فيها المدرسة. هنا تاريخ التخرج بتاعك او المتوقع تتخرج فيه. بعد كده هنا بيقول لك الدراجات اللي انت حصلت عليها. بعد كده هنا بيقول لك بالنسبة المواد اللي انت كنت بتدرسها. طبعا لو انت اكنت مسلا في سناعية العامة فانت هنا بتذكر له سواء كنت عن الرياضة او عن المعلومة وعدبي. لو انت مثلا كنت في جامعة فانت هنا بتذكر له المجال اللي انت كنت بتدرسه او ما زلت بتدرسه لو انت ما كنتش اتخرك. طيب بعد كده هنا بيقول لك هنا بينك مشان كاتب لك ايه? يعني ايه? يعني حضرتك لو بتقدم معلوبك. وانت كنت اتخركت من السناعية العامة بالفعل. فانت هنا بتملاله البيانات دي. لو انت اتخرجت هنا بيقولك الناس اللي اخرجت او الناس اللي حصلت على الدرجة العلمية بتاعتها بالفعل. ده لو انت بتقدم على طيب لو انت بتقدم مسلا على فالطبيعي ان انت تكون اصلا خلصت السنوية العامة فانت هنا بدخله بيانات عن السنوية العامة بتاعتك وبتيجي هنا. لو انت حصلت على الشهادة الجمعية بالفعل لو انت حصلت على الشهادة الجمعية بالفعل فانت هنا بتبدأ بتكتب له بيانات عن الجمع بتاعتك. لو انت ما تخرجتش ما انت بتسيبه الجزء ده فاضي. خلي بالك هنا في حاجات بتزيد للطلبة اللي هي اتخرجت من الجامعة. وهنا بيقول لك اللي هي يقصد بها رسالة البحس اللي انت كنت شغالة عليها او المشاريع انت كنت شغالت عليها في بتاعك. انا بيقول لك انت جبت فيها كم? تمام? طيب بعد كده انا بيقول لك دي معناها ايه? انت بتقول له انت بتعمل ايه حالات? هل انت طالب يعني انت في مدرسة او وجامعة يعني برضو طالب ولا موظف. طيب سواء ان كنت طالب في مدرسة او جامعة او موظف هو هنا عايز يعرف منك في مدينة ايه ودولة ايه? بتاعك او طايتل ايه فانت هناك مسلا بتبطيب له لو انت طالب. لو انت بتشتغل في مكان معايا انت بتبطيب له اسم الشغل بتاعي. تاريخ التحقق بالمكان اللي انت بتدرس فيه او الشغل بتاعك. وخلي بالك هنا بيقول لك انت متوقع ان انت تتخرج امتى? او متوقع ان انت تسيب شغل ده امتى? هنا بيقول لك الدرجة العلمية اللي انت متوقع حصول عليها سنوية عامة سواء ان كان جامعة. خلي بالك الفرق بين الجزء ده والجزء ده. ان الجزء ده هو عايز يعرف منك انت بتدرس ايه حلال. لكن الجزء ده هو بيعرف منك هل انت انتهيت او خلصت او تخرجت من الحاجة اللي انت بتعملها دي ولا مازلت في المكان ده. هنا بيقول لك متوقع. هنا بيقول لك برضو بتكتب له من اللي انت بتدرسها هنا مرة تانية. بعد كده خلي بالك معي في البوزة ده بيقول لك هنا طالب منك يطالب منك تكتب له اسم الجامعة اللي انت عايز تروح تدرس فيها. سواء برلين او هنا بيقول لك طبعا بتكتب له المدينة اللي انت هتروح تدرس فيها سواء تكتب له الدولة اللي هي هنا التاريخ اللي انت عايز تبدأ دراسة فيه طبعا هيكون في فصل الشتاء. يعني تقريبا يكون في سبتمبر عشرين واحد عشرين. هنا التاريخ اللي انت متوقع تتخرج فيه طبعا ده تبقى للبرنامج بتاعك سواء كان اربعة سنين تلات سنين خمس سنين. هنا بيقول لك انه انت ايه المجال اللي انت عايز تدرسه وتحصل فيه على درجة علمية. اللي انت هتدرسه. بعد كده بتيجي هنا معي بيقول لك طبعا لو انت حضرتك اتدربت في مكان اشتغلت في مكان. فهو هنا بيقول لك هنا مدي لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هو هنا متوقع ان انت تكون مثلا انت دربت فاكتر من مكان اشتغلت فاكتر من مكان. فانت لو دربت في مكان واحد فانت بتدخل بيانات عن مكان واحد. لو دربت في مكانين بتدخل بيانات عن اتنين. هو هنا مدي لك لغاية رقم خمسة. طيب لو واحد اصلا ما اتدربش او اشتغل قبل كده فانت بسيب الجزء تفاضي. لكن لو انت كنت اتدربت او كنت في عمر تطوع قبل كده او كنت اشتغلت فانت يفضل ان انت تملاله البيانات اللي مطلوبة منك. بعد كده بتيجي هنا معي بعد ما تخلص الجزء ده. هنا بيقول لك اللغات اللي عندك اللي هي تخص اللي عندك فانت هنا بتبدأ تكتب له كل لغة عندك تعرف عنها ايه او عندك وبتبدأ تكتب له مستوى ايه? سواء كان مستوى او كان ايا كان بتبدأ تكتب له مستوى بتاعك انا ما تسيبش اي حاجة فاضية. بعد كده هنا بيقول لك انت ازاي عرفت عن منحة تبدأ تكتب له مسلا عرفتها عن طريق سوشيال ميديا عرفتها عن ويبسايت الخاص بالجامعة او بالمنحة ايا كان. بعد كده انا بيقول لك هل انت قدمت على اي منحة تانية من قبل? لو انت قدمت على اي منحة تانية فهو هنا بيقول لك كانت فين? وكانت امتى? وانت اتعابلت في المنحة دي ولا لا? بعد كده انا بيقول لك هل انت سفرت قبل كده برة? لو انت سفرت قبل كده برة هنا بيقول لك ترافل ابرود لو سفرت قبل كده برة الدولة بتاعتك وخارج الدولة بتاعتك فانت هنا بتقول له انت وكمان رحت فين وكمان انت اعدت في الدولة دية كان من الوقت هنا بيقول لك بعد كده هنا بيقول لك انت الحاجات اللي انت اكتشفتها الحاجات اللي انت عرفتها بتاعتك بعد كده هنا بيقول لك اكتب له بتاعتك اكتب له الحاجات اللي انت مهتم بيها بتاعتك بعد كده هنا بيقول لك هل انت اشتغلت قبل كده في جمعية غير ربحية يعني من الاخر كنت متطوع طبعا انت بتبدأ تكتب له انت هنا كنت في جامعية ايه او منظمة ايه كان ليه السبب انت اشتركت معهم ليه كان امتى وكان فين وانت عادت معهم مدة قد كمان ايه هي الحاجات اللي انت تعلمتها وبعد كده بتيجي بتكتب له تاريخ اليوم اللي انت مليت في ده بتكتب له المكان بتاعك اللي انت بتملم منه بعد كده بتطبع بتاعك حضرتك عشان خاطر بتكتب بتاعتك هنا بخط اليد وما تنساش زي ما قلنا ان انت هتلزأ الصورة بتاعتك هنا ويريد تكون صورة يعني الخلفية بتاعتها بيدا خلصنا بتاعنا هنعمله سكان ونعمله بصيغة تمام ده بالاضافة الى المساندات اللي احنا ذكرناها هنا كل المساندات بتكون بصيغة بمجرد ما بتفتح المنحة بنبعه المساندات بتاعتنا على البريد الالكتروني الخاص بالمنحة وبكده انا هكون خلصت شرح طريقة التهديم على منحة في المانيا اللي لسه هتفتح قريب ان شاء الله اتمنى ان اتشاركها واضحة بسيط وفي خبر جميل جدا بالنسبة للطلبة اللي كانت عايزة تقدم وتجهز المساندات بتاعتها لمنحة من خلال قناة دكتور المنح فاحنا سعداء ان احنا نفتح لكم التهديم على منحة يا ريت لو استفتت من الفيديو ما تنساش تعملها اللايك تعمل سبس كراب وشارك في قناة وفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وشكرا